في سياق الجهود المتواصلة المنظولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجرمة المنظمة بكل أشكالها نفذت وحدة ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 29 نوفمبر إلى 5 ديسمبر الجري العديد من العمليات التي أسفلت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقوتنا المسلحة في كامل التراب الوطني في إطار مكافحة الإرهاب أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني في إطار محاربة الجرمة المنظمة وموصلة للجهود الحثيثة الهدفة إلى التصدي لأفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية سبعين تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 13 قنطارا و32 كيلو غراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب فيما تم ضبط 348 ألفا وتسعة وسبعمائة وثمانية وخمسين قرصا مهلوسا وبكل من تامنرست وبرج باج مختار وإنقزام وجنت أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 178 شخصا وضبطت 16 مركبة وماتا وثمانية عشر مولدا كهربائيا وستة وسبعين مترقة ضغط وثلاثة أجهزة للكشف عن المعادن وثلاثين قنطارا من خام الذهب والحجارة بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عملية التنقيب غير المشروع عن الذهب في حين تم توقيف ثلاثين شخصا آخر وضبط تسع عشر بندقية صيدا وثمانية واربعين الفا ومائتين وسبعة وعشرين لترا من الوقود وستة أطنان من المواد الغذائية المرجهة للتهريب والمضاربة وعشرين قنطارا من مدة التبغة وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التوراب الوطني من جهة أخرى تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بسواحل الوطنية لواحد واربعين شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع فيما تم توقيف ثمانية وسبعين مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة عبر التوراب الوطنية